لم تعد زينة وحدها تراقص الطبيعة فالعاصفة الأتية بدأت تنبعث روائحها من فخامة الحكومة ومجلسها الوزري الذي صعقته أزمة النفايات رياح وثلوج فعلت فعلها في البشر والشجر وطمرت طرقا جبلية لكن ما سيطمر الحكومة سيكون أشد فتكا وأكثر زينة من عاصفة مرت ومكثت أياما قليلا الأضرار التي سيخلفها المناخ تعالجها هيئة الكوارث لكن من سيعالج كارثة الاحتكاك السياسي وظاهرة الاحتباس الوزري التي ضربت مجلس الوزراء وأقفلت الطرق إليه اليوم وهددت بتعليق العمل الحكومي المجلس أرجأ البحث في ملف مطبر النعم على وعد مناقشته وفقا لطروح إصلاحية تقدم بها حزب الكتائب لكن استحقاق السابع عشر من هذا الشهر سيدهم النقاش وسيفرض تمديدا للمطمر في كل الحالات ما ليوافق عليه الحزب الاشتراكي وبناء على هذه الصورة فإن للنفايات طريقين فالبحر وراءها والشارع أمامها الحرب بالنفايات تضاف إلى الحرب الوزرية على الفساد حيث كثر الفاسدون وقل الموقفون ومن جملة حملة لوزراء الصحة والاقتصاد والمال والزراعة طفت الموانئ والمرافق والمرافئ بالمرتكبين وموردي السموم وبلغنا مرحلة نووية في الكشف عن الجرائم بحق المواطنين لكن القضاء لم يواكب هذا المسار بتوقفات على مستوى الحدث وسنجد أنفسنا مرة أخرى وقد تضامنا مع صوت النائب جورج عدوان الذي سأل عن عدد الذين أوقفوا في ملفات الفساد وهل فرضت السياسة مظلتها على مافيات قابضة؟ هذا الوباء لم تتأثر به حركة الأنواء السياسية ولا تياراتها بحيث الحوار بين حزب الله والمستقبل ينعكس تحفيزا على القوات وعون وإذا كانت قراءة الزعيم ولجملات تستطلع دعما أقليميا ودوليا لهذا الحوار فإن حقيقة هذا الدعم هي الموافقة السعودية الإيرانية موافقة استعجلت الحكيمة إلى العودة من الرياض طارقا أبواب الرابي ورب هامسا في أذنيه بأن المستقبل وحزب الله سوف يتفقان على الرئيس فاذهب وتوافق على عون رئيسا وضع شروطك تترفق هذه الأجواء ومعلومات باتت تؤكد أن الفيتو الذي وضعه سابقا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل على الجنرال رئيسا لم يعد قائما بعدما نقل الملف اللبناني من السياسيين السعوديين وأصبح في عهدة رئيس الاستخبارات الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز الذي وصل إلى واشنطن في زيارة لا يغيب عنها ملفه الجديد لبنان